يخيم الغموض على مصير محادثات السلام اليمنية المزمع إجراؤها يوم الخميس المقبل في السويد بعد فشل المفاوضات السابقة أكثر من مرة كان آخرها المفاوضات التي عقدت في جينيف في أيلول الماضي والتي رفضت ميليشيا الحوثي حضورها بعد أن وضعت شروطاً للمشاركة فيها الجولة الجديدة من المحادثات تعقد وسط ضغوط أممية لتفكيك الظرائع الحوثية والحيلولة دون تكرار سيناريو مشاورات جينيف حيث غادر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفث برفقة وفد المشاورات الحوثي إلى العاصمة السويدية ستوكهولم للمشاركة في مشاورات السلام ويبدو أن موافقة الحكومة اليمنية على نقل جرح ميليشيا الحوثي إلى سلطنة عمان جاءت من باب سد الذرائع التي تتحجج بها ميليشيا الحوثي لعدم حضور المفاوضات في وقت تسود شكوكم بشأن هوية الأشخاص الذين حرصت الميليشيات على مغادرتهم صنعاء مع برز مؤشرات على احتمال أن يكون من بين الجرحة أو مرافقيهم خبراء عسكريون إيرانيون ومن حزب الله وقيادات حوثية بارزة ويرى مراقبون أن المشاورات في الأيام الماضية كشفت عن أجندات خفية للميليشيات الحوثية وعدم رهانها على السلام ومحاولتها ابتزاز المجتمع الدولي وكسب المزيد من الوقت لجولة قادمة من الحرب ويبقى مصير مفاوضات السويد معلقا بقدرة الأمم المتحدة على دفع الحوثيين إلى الرضوخ لإرادة المجتمع الدولي بالتوقيع على اتفاق سلام ينهي الحرب في اليمن التي تقف على حافة كارثة ربما تهوي بها إلى هاوية سحيقة ترجمة نانسي قنقر